مرحبا في كتير من الفيروسات الجديدة أو القديمة الجديدة رجعت انتشرت وبعدها عنا في لبنان بيظل غياب شبه تام للأدوية وغلاق الطبابة وعدم قدرة أغلبية الناس على زيارة الحكيم أو دخول المستشفى بيبقى السؤال هل فينا نتعالج ونتداوى بالأعشاب وكيف فينا على القليل نحسن ونقوي منعتنا تجاه القصص المستجدة علينا كل هالأسئلة وغيرها راح يجاوبنا عليها ضيفنا بكلينيك لليوم الطبيب العربي نازيه باز اللي صار موجود معنا داخل الستوديو الصوت لبنان أهلا وسهلا فيك الطبيب العربي نازيه باز وأهلا وسهلا فيكم بتشكركم على استضافتكم إلي وإن شاء الله نعطي المعلومات اللي بيستحق المواطن ليكفي حياتهم يعني كتير إجانا اتصالات بعد الحلقة الماضية من حوالها الشهر وأكتر شوي فمشان هيك حبينا نعمل حلقة تانية مع حضرتك بركي هيك ممكن الغلاء اللي عم نحس فيه أو اللي عم نقدر نلحق وبركي الأعشاب هي بتكون البديل عنه بكتير من القصص اللي عم تصير معنا لا شك الغلاء بكل شي حتى بالمواد اللي عم نستعملها بعض الأحيان نحن عم نتفاجأ بغلاء الأعشاب ولكن لابد أنه نرجع له لو كان معقولي بعدم وجودها كلها بمناطقنا بس بنتيجتها لازم نرجع له نذكر الكل اللي فيكن تابعونا على موقع video.me أو من خلال صفحاتنا على social media voice of Lebanon 100.5 فيكن تتواصلوا معنا عبر أرقام صوت لبنان 01-325-357-611-03 أو 05 واتس أب صوت لبنان 76-611-01 لأي سؤال حول عشبه معينة معينة أنتوا عم تعانوا منه ممكن نقدر نفيدكن من خلال الأعشاب مع ضيفنا طبيب العربي نازيه بأز أهلا وسهلا فيكن بالبداية سؤال هيكل الواسع قبل ما نفوت شوي بالتفاصيل هل بإمكاننا التداوي من الفيروسات المستجدة بالأعشاب خصوصا مثل ما قلت بالمقدمة بزل انقطاع الأدوية بزل الغلاء غلاء المستشفيات طبعا بدون ما نلغي دور الدواء والمستشفى صحيح هل ألغي دور الدواء والمستشفى ما فينا نلغيه نكون عم نلغي نحنا وجودنا سعى اللي من نحكي وجودنا الأساس هو الطب العربي لوصلنا للجراحة مثل ما حكينا سابعا أما الأشياء اللي منقدر نعملها لنوقع حالنا بالبداية أهم شغل نفكر الغذاء قبل الدواء إذا انتبهنا لغذائنا انتبهنا للمنتجات اللي عم نجيبها انتبهنا بوضع اليوم العيشين وبين القطاع الكهرباء بهالأشياء اللي عم تصير من تسموا من فيروسات عم تدخل قدرانين أعشاب كتير تقينا من هالحالات هايدي فينا نحط مثلا على صعيد المثال نحنا أهم شيء إذا في مثلا من نقال إذا لخلت بلد موبوء فعليك ببصلية أهم شيء بالوقاية من الفيروسات نبلش بشيء اسمه بصل البصل بأي طريق تلك كان كانوا مشوي أو مقلي أو ناي فينا نشتغل عليه كبداية يعني فينا هيك نستخلص العنوان العريض غزاؤكم دواؤكم ودواؤكم غزاؤكم نوفينا ننطلع بالحلقة نعم إذا بدك البصل البصل من النباتات قاتل الفيروسات والجرسيم مية بالمية مية بالمية ومتعت له هم الريحة في شيء أبدأ من شيء هلأ إذا بقى نشتغل على الريحة لا بقى نضيع من أشياء كتير نباتات وبذور وقصص إلى ريحة أما إذا بقى نحكي للجسم الإنساني نضل قوي ويكتسب مناعة فهيدا فينا نحطها على أعلى الغرم كيف فينا نقوي منعتنا مثلا قلنا بالبصل هلأ كيف فينا نقوي هالمناعة تجاه الفيروسات التي كل يوم تقريبا عم تخلق بالعالم أو إذا هيدا جاء موجودة عم يصير منها متحورات جديدة كيف فينا على القليلة يعني إذا بدك نحمي حال أو نقوي منعتنا تجاه هذا الموضوع أوكي هلا درهم القاية خير من قنطر علاج صح أهم شيء نبلش بالبغاية نبلش بالغذاء الجيد فينا نحمي حالنا بعدة شغلات بالنباتات الموجودة على الأرض اللي نوجد نحنا سميناها سابقا صيدلة الله على الأرض في عنا نباتات كتير ورح نعطيهم أمثال تكون هني أضرانين أمنوها ببيوتهم إذا منلجأ لنبتة موجودة من أسنان ديوود اللي هي الزوفة معروفة بالبناء باسم الزوفة الزوفة ولكن هي كنا نتعطي فيها بأسنان ديوود الزوفة من النباتات الأضرانين موقع حالنا من الفيروسات فيها بس مش نكون وقعنا وعم نقول تعيى الزوفة ساعدينها يعني نحنا بيوميتنا نشرب كوب 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 صباح أو عشرين مثل ما نشرب الينسون مثل ما نشرب الكموم مثل ذكرنا إكليل الجبل سابقا لبندر في عنا الزوفة من النباتات المهمة لنوقع أجسامنا يعني إذا شربنا كل يوم كيس زوفة عن قليلة من أوي منعتنا مية بالمية من أوي منعتنا بس برجع بقول مش نكون وقعنا ونرجع نقول وينك في عنا سؤال صباح الخير هل شرب ورق التين مفيد وماذا عن البصل المخلل بالخل أول سؤال ورق التين مفيد شرب ماي ورق التين ورق التين كتار بيعتقدون إذا شربوا وغلوا ورق التين أو فطصوا تفطيس بيفيد لزغبرة المعدة هيدا نظرية شوي خاطئة لأن ورق التين فيه مادة المتأكسدة إذا دخلت على النار تتأكسد أكتر بتودللنا طاقة سلبية والطاقة السلبية بتخلينا مصران يبلش ينشف وليح يبلش ينشف المصران بيصير في عنا أوجاع وبشكل تمليع ورق التين أنا ورق التين كليا نبعدوا عنه من باع ميبس نخلطه بزيت زيتون ونمسحه على الأماكن اللي فيها تشنجات هاي خرجية دهن خارج ايه داخليا البصل اللي بخ... البصل مع الخل أهم البصل على الحل بس هوني ساعتها انت ذكرت انه ريحة البصل صارت على أسوأ شوي ريحة مع طعمة أكثر منصف لهم ونعطيهم إيها وصفة مهمة إذا بنا نسحب دم ومضطرين نعم لشو بتفيد إذا بنا نسحب دم ومضطرين يرجع دمنا دغري على السريع يعبي بالأوريدي اللي استحبنا منها بنلجأ لكوب بصل مع الخل مع ملعقتين ثلاثة خل أو فينا نحط نص بنص بس هايلي ما تتعدد ثلاث جرعات يعني مش إنهم مزمز فيه مزمزة مهما كان ماج أو كيسي ثلاث جرعات ينكون خلصينا بترجع الدم اللي سحبنا خلال 24 ساعة بيرجع لجسمنا هيدا وبينش أكيد ما عطي نأيت ليس ما نشربوا فرد مرة لأن إذا بنا نشربوا على دفعات على دفعات بريعب فقاقية من الهواء داخل العروء اللي بتكون بتنتص هالمادة هاي إذا عطيناه على دفعة واحدة أو لحدولة ثلاث دفعات بنكون عم نعطي هالأوانطاج على السريع ليكون مرتاح المريض وما يصير في عنده تلميع بأطراف جسمه مثل ما قلنا فيه فيروسات موجودة وعم ترجع تعد نفسها وعم تتكاتر وعم تتكرر وعم تتمحور الكورونا جدير القردة الإيباتيت A أو التهابات الفيروس الكبدي اليرقان انفل ونزة الطماطم والطيور وكلها الفصيلة كلها فينا نعالجها بالأعشاب أو أقلوا فينا نحمي حالنا أو نقوي منعتنا تجاهها منرجع نعيد أنه الوقاية أهم شيء موضوع فينا نعمل أشيء بس عبيلي عندي على هو بالتحديد لأنه هو دي هلأ موجودين والمحور الأساسي العالم مشغول فيه صحيح لاليرقان لنوقي حالنا أهم شغلة على أسبوع يومك يومك عند الريق نأخذ كاسة شوي زيت زيتون زيت زيتون زيت زيتون على الريق تتاخذ قبل ما ينشرب مايش أكيد يعني نقول على الريق وبعده ولنه بنص ساعة ما نشرب ماي لما يطوف بس كنا نعنا يارقان يارقان البيروسات الباقي حكينا بالبداية أنه البصل من أهم النباتات التوم تاني وإذا ندخل بالنباتات القوية ندخل على المريمية اللي هي القصعين ها القصعين عملية تفطيس أربع خمس وراء منفطسهم تفطيس كباية ماء يعني بعد ما نغلي الماء من زيت الوراء فيهم منطف النار ومنغطيها بعد خمس داية بيكون أخذ الخواص البدنية من بعد ما يأخذ الخواص البدنية منشربه وفينا نشربها دفعة وحدة فينا نشربها على دفعات كون نفطسين تفطيس بس في حلقات كتير من نذكر فيها أنه ممنوع الأصعين ينشرب بلا وحدة أحسن ما يصير في عنا ارتجاج بسيط أو دقات قلب سريعة لما يكون عم نفطس الأصعين تفطيس ما في مشكلة لما يكونوا مؤثر الأصعين بها ناخله على جرعات وراء بعضها إذا بدك وعم تذكرونا ببعض الأمثال تفاح على الريق بتبعدنا عن الطبيب وإذا ما هنالك كله موجود صحيح مية بالمية نعم بحالات تسمم في حالات تسمم كتير عم ننشرب لبنان بسبق من قتاع الكهرباء البربراد اللي عم نحفظهم بيقدر الإمكان لو عم نخلي هالبراد عم بيحافظ على حرارة معينة بيقدر الإمكان عم بيقول نعم كلما فتحنا البراد وسكرنا يعني عم نلاحظ مثلا البطيخ عم ينتزع دغري الشمام عم ينتزع دغري الأكل ما عم يضاين كتير وفي تلوث مياه بالمقابل نعم ما أعرف كيف يعني فينا نستبق هالأمور كمان لحالات التسمم أو إذا وقعنا بحالة التسمم من خلال التسمم فينا نعانجه بالبات يعني مش تسمم بدو مستشفى فينا اللي هي بينا ببتين مهمين جدا فينا بالسماء والزاطر نعم بس منفسطين عن بعضهم مهمين ومنفسطين عن بعضهم بهيك حالة إذا شعرنا بحالة تسمم والشخص بيشعر سبحان الله يعني بيشعر يا بيصير عنده تقيق أو بيصير عنده اسبرار أو دوخة أو ألم بالمعدة بياخد دغري على السريع ملعة أكبيرة سماء والسماء ميما كان بيعرفو إذا كانوا حب مش مطحون وما قدروا مطحون دغري بيغليب الماء إذا كانوا ناعم الملعة أكبيرة بتنحط بالسماء ويشبراه ماء السماء يفيد للتسمم المحمود مش إذا صدنا بدنا مستشفى التسمم حتى لو صار في عندي حتى لو صار في عندي تقيق استفراغ واجع اسهل دغري بيبلش يعمل التفاف حول هالتسمم وبيغلفه كليا بيقطع عنه أي شيء يرجع يتفشى بالجسم وبيساعد أكثر من تسعين بالمئة عن تهيئة وإذا في حالات بعض الأحيان تسمم من الماء مش بس من الأكل أو من أشياء من قطعت عن الكهرة بفترة اللي هو الزعطر الزعطر زيت الشيء مثل ما مستعمل السماء ملعة أكبيرة من الزعطر ونأخذ وراها ماء كمان على السريع منرطيح فاق التسعين بالمئة ميكون شلنا التسمم من الجسم إلا إذا صرنا بحالة مستعصية إذا صرنا بحالة مستعصية بيصير التسمم يبين بالجلد هوني صار بنا نشتغل على اثنين ونشتغل على الكبد هون صار في نباتات بنا نتعطقية ما بنقدر نصرح أنا لأن خطيرة لا في أشياء في أشياء هلأ بسيئة الحلقة رح نكيانا في أشياء أنه بدأ بضلد التحضير يعني ما فينا نأخذها هيكي صحيح هل هناك شي بيفيد الكلف؟ الكلف أنواع الكلف هون دخلنا بشي اسمه جلد في عندي الكلف من بعض ولادة في عندي الكلف من أشيعة الشمس القوية في عندي الكلف من وضع أدوية أو مسحيق تجميل على البشرة هؤلاء كلهم بيختلفوا حسب نوع الكلف إذا ما فيه إنهاء إذا ما فيه إنهاء فيه توقيفه منه ما ينتشر بدأ أسأل فيه شي من الأعشاب نعمل منه ماسك للوجه؟ وشكراً أكيد فيه أكيد فيه هلأ فيه أشياء كتير يعني أكتر شي من ننصحهم في عنا العصل مع مرأة حسلبون اللي هو اللي بين الذكر إذا ينصحها منيح اللي بين الذكر مع مالة عصل بتنخلط مع بعضه بتنمسح ومسموح من نغمد العين ونمسح بس هادي ما تستعمل إلا فوق العين حويل العين حتى على العين حتى على العين فينا يعني ما فيه مشكلة لفترة من 3-4 ساعة للساعة ماكسيموم بتنشيله ببوني فاتري هادي مسموح بتجمع مرتين فقط لغير عالوجه أو عالضهر أو عبئي فيه نستعملها خلص من نقول بشرة مش بس فتور فيه ناس كين بتحب الكلف نعم أنا اتصال هاي مش للكلف هادي مسكيت للبشرة آه عفواً للكلف موضوع تاني في أدري آه اتصال آلو آلو بونجور بونجور لو سمحت بدي احكي مع الدكتور تليم يلا آه دكتور ماما عنده عضل طين ضعاف وعبي عبي جسمه ماي أخذناها على المستشفى من شهر خفف شلنا المي هلا رجع يعبي ماء وعب تاخذ لزكس كثير شو فينا بالأعشاب نقدر نعالجها عمره 84 سنة شكرا شكرا ماذا الجواب؟ آه عمبي عبي جسم ماء العمر له حق شاكيري عندنا مضاعفات تانية ونشتغل على الأملاح ونشتغل على عدة شغلات ونشتغل على نباتات تحوت أشياء كثير بس لنريح المريض أهم شيء نعتمد على القرنفل عكش القرنفل في نوعين من عكش القرنفل في الأنت وفي الدكر الدكر اللي بيجي راسه شوي أكبر من النقي كل يوم نعدل ثلاثة حبوب يمنع لكم ناخدهم أو منغليهم بواسط كباية ماء أو إذا بدنا منحطهم بتمنا لفترة طويلة ناخد هالماء دمنا هايلي بتدخل على السريع بالمفاصل بالعضل بالدم وبتريح هالأوران موجودة المي اللي عم تعب فيها هيدا إذا ما عنا مضاعفات تاني بس إذا عنا مضاعفات تاني ما بيأزه القرنفل بس ما بيعطي النتيجة اللي بدي إياها صباح الخير أنا عادي رفليو عاملي تصغير معدي كتير بتعرض للتقيق بس أكل شو ممكن أشرب شي بيساعدني خفف وزن وخفف العوارد بكتخففي أكل إذا عادي تصغير معدي بكتخفف أكل بقا نعمل حماية للأكل وأنواع اللي بتأزينها ووصفة سريعة تشتغل معهم بالبيت اللي هي الزعطر كمان الزعطر بس هون صرنا نعمل عملية زعطر بشكل نقع مرعة زعطر كبيرة نقعها بكباية ماء كانت عم تغلي لما نتبرد نشرب الماء بس بدون ما ندخل ندخل الزعطر على معلتنا هاي بتريحها كتير من الحالة اللي فيها صباح الخير إذا الواحد بيشرب كحول في شي بنظف الكبد وشكرا فيه بس هون صار عشاب خاص هون صار بدأ تركيب ما فينا ان احنا نعملها بالبيت هيدا الكتب بدي أسألك هاي بلاول انه انه طب العشاب بيش سهل قد ما نحنا نكون مفتكريين فيه هول اشياء اللي ممكن نحنا ناخدها بالبيت وسهلة وبتسهل علينا امورنا بس في اشياء صعبة بدأ تركيب بدأ تركيب معينة بدأ معادلة معينة بدأ وزن معين كمية معينة هيدا لبعض الاحيان كتاري بيفتكروه واكتر من 60-70% من الاشخاص بيفتكروا انه طب النباتة او طب العشاب او هيدا طبيب عربي من هون من هون بلاقة نباتاتو بيشتغلوا هاين لا بالعكس اكتر بكتير صعب من اختصاص معين جامعي ضب الاعشاب حيوي حيوي اشياء كتير يعني باكتدرس طبيعة النبتة باكتدرس طبيعة الجسم باكتدرس طبيعة مناخ اللي نحنا عايشين فيه في عدة اشياء باكتدرسها باكتدرس النبتة لأي معدل بتعطي بجسمك بجسم غيرك لنشوف شو بدي يعطي اما هاين لا مش هاين نعم على كل حال دايما دايما كل الادوية المستعملة كل الادوية الطبية اللي بيستعملوها بالمستشفيات او الاطباء او اللي بيعملوها تركيبات الادوية هي اغلبة من الاعشاب يعني صحيح بدي ارجع للماء قبل ما انتقل كفي مع المشاهدين والمستمعين وتقفل موضوع الماء هل فينا بالبيت مستعمل اعشاب معينة مثلا حتى ببريق نحضرها نقية لنقدر نشربه ونحنا مرتاحين ولا لا ما بتزبط معنا هالقدي او عم زيد عليك هاي سؤال كيف هو اذا عنا بالبيت بدنا نشربه بدنا نقية تنكون احنا كتير مرتاحين فينا نعملها بالبيت هلا فينا نقية بغالي بس تفقد كتير من مواد اساسي فيها اذا مايلا واحدة غليتها وتركتها لتسقع وشبتها كل الجراسين بتكون راحت فيها بس بزيت الوقت بتكون كل المواد المهمة للجسم تفوت كمان راحت فقط يعني يعني ما فيك تحط نبت معينة تسحب الميكروب الموجود بالماء فيك الماء بحت زيت التغلية لتسحب الميكروب هلا فيه شغلة مهمة اذا بغاك تفحص الماء مثلا فيه اشياء كتير وكتار من قللهم عنها فينا بالبيت نعمل اختفار تست بسيط على الماء بس بردو ما فيه هوداك دقة المية بالمية اذا ملعقت ملح بتنزلها بكباية ملح خشن مننزلها بكباية ماء ومنتركها خلال 24 ساعة 24 ساعة اذا من بعد ما عكلت كل شيء يرجع الماء مية بالمية على ركوده وداب الملح مية بالمية بتكون صالحة كمان للشرب نكون عملنا اختبار منزلي بكلفنا ملعات ملح بسيط بس الملح يكون خشن صباح الخير ممكن يعطينا الوصفة لأنقاس الوزن وصفة لأنقاس الوزن هنا فيه تركيب أدوية لأنقلا فيه وصفة انقاس الوزن من 12 عشبة انتفاخ البطن بعد الاكل هلا اجمالا بعد الاكل اذا صار في انتفاخ البطن مناخد عشبة نوع من الحبوب الثاني ينسون الوزن يعني نصف ملعات ينسون مع نصف ملعات ينسون منصف ونصفة واحدة هذا شيء مؤقت كمان بيكون عندنا انتفاخ البطن بيكون عشاء الثاني اللي هي المصران الكلان عصبة بالمعدة نتابع معك الطبيب العربي نازيه باز باسئلتنا واسئلت اللي يتابعونا فينا نستعمل الاعشاب يعني نفس الاعشاب اللي بنستعملها بس نكون مرشحين او مجربين للفيروسات السابقة اللي كنا عم نحكي عنا ولا لا اوديكي اصعب من الرشاة هلا حسب في بالجريب في دوزات كمان وبالاعشاب في دوزات مثلا بلا ما نحكي لنقول نرجع على قصة المريمية او القصعين بلا ما نعملها عملية تفطيس بنصير نعملها عملية درجة غليام مثلا خمسين بالمية بدنكون عم نستحلب مواد اكتر منها اكتر من البرنايها كتفطيس تشتغل معنا اكتر مثلا بلا ما نشتغل على التوم انو حب منصير كمان بطريقة تانية بين غالة مع مواد تانية بيفرز مادة اكتر يعني في اشياء نحنا بنلعب فيها هون صار مبوغ شرطة من الى المريض اذا مش قدر ان يوصل لعندي بقل له عمول كذا ركب تكتبية كذا معينة اتصال الو الو كلينيك صوت لبنان الو هناك سؤال الحرقة بالمعدة واعادة كيف نعرف اذا الماء ملوس اه ملعة ملح خشن بكبية ماء من تركها 24 ساعة بحل داب الملح مع ما بقي رواسب يعني فضرة بالماء بتكون ماء مائية للشرب حرقة المعدة حرقة المعدة بقى نرجع للنباتات الرياحين وعلى رقصهم الحنبلاس نعم اللي عم تقوله نعم نكتشف او نعرف او نتأكد انه اغلب الاعشاب اللي فينا نعالج نفسنا فيها هي اعجاب غير مكلفة وموجودة عندنا الطبيعة باللبدان غنية كتير غنية كتير بها التفاصيل وفينا اذا بنعمل هيك اول شي بنعمل افاة تاني بنمشي بنحرك حالنا بنروح على الحرش اذا فيش حد بيتنا نتسب المدينة تروح على اقرب ضاي على قلنا وبتلاقي اللي بدك هي الموجود نعم في شغلنا احنا سابعا كنا نقول عالج مرضاك بنباتات بلدك بس الشغلة صارت انه صار في اختلاط كتير اختلاط دول لدول يعني في هالاختلاط الدم صرنا مجبورين نشتغل على نباتات مش بس كمان تقطنا كشرق اوسط مش كمان تقطنا كلبنان كشرق اوسط صرنا نضطر نجيب نباتات كمان مش من بلادنا لنقدر منزجها مع بلادنا وهاي بتكلفنا كتير دراسات نرجع ونشتغلها بحيث بيننا وبين النبتة لو تعطينا نتيجة برناية ناخد اتصال علو نعم مهلا نعطيكم العافية تفضل ايه بديسعال دكتور في شي للباريز يقدر ينفعنا فيه؟ باريز برضو في شغلات ما تهرب من اي جواب نعطي الوصفة بس في شغلات دقيقة نحنا بنركبها يعني هالقصص بدأ تلك يعني الفاريز كمان جاي من عدة شغلات معقول يكون من تعب معقول من تجلطات بسيطة بالدم معقول من تعصيب معين كله بيعمل فاريز فيه ادوية ولكن انا بنركبها ما فينا نحفي عنها لا صافح هلا فيني اصف وصفة بتريح اوجيع الفاريز اللي هي منقوع الحمص يومك يومك يشرب كل يوم الواحد كباية من منقوع الحمص بس بعد ما ننقعه تقريبا شي يومين شي اكيد ما نبدله ميته يعني لهو يحبر لا نقول كباية حمص بلا شي ست كباية ماء ينقعه بعد يومين منصير نستعملهم لو طعمته بها تغير كتير منستعمل الميات يومك يومك كباية بتخفف من حميوتي بريستان ننقعه يومين ننقعه يومين ننقعه يومين نحطهم ببرار يظل شوية محافظ على بس ما نغير ميته بس ما نغير ميته اذا بده هي لا ساعته بها نفصل دغري الماء ونحطي نتيجة لو عطى طعم الكرهة عم يعطي قوي اكتر بالشغل دعنا نأخذ اتصار مرحبا 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 نفخة بالبطن وواجع بطن مقلم هل ينفع الأصعين هل ينفع هذه الحالة؟ مرحبا بالنسبة لواجع البطن نفخة ذكرنا سابقا تمجي مدتين هل ينسون الكمون لنقول 100 جرام ينسون 100 جرام كمون كل يوم عشية قبل النام منصف ملعة يعني مناخذ ملعة ونشربرها ماء وانا بفضل يكون حب مش مطحون اتصال أخير ألو ألو يا ألو انت على الهوى تفضل ألو تفضل ألو تفضل بدي عزبك كان عم يحكي بدي عزبك كان عم يحكي عن حرقة المعدة نعم بس بدي عارف شو شو الحريق بالمعدة واجب شو الحريق بالمعدة الاتصال مش كدير واضح نحنا ذكرنا عن حريق المعدة بسؤال من الأشخاص قلت لهم نباتات اليراحين اللي هني نشتغل أكتر شي على رأسهم الحنبليس الحنبليس أربع أو خمسة وراء أو طربون شجر الحنبليس منقصه يوم نضعه بتمنعه من تفل حتمه منأكل الماء أو منغلي بمقدار كبية ماء من الشربة هاي بتتخفف الحريق بالمعدة مع هال معلومة معنوم بعد عندي كتير أسئلة لكن عبيل أعرفها وسهلا بركي نتركها لحلقة لاحعة الطبيب العربي نازيه باس شرفتنا بصوت لبنان أهلا بسهلا فيكم إن شاء الله نكون فدنا اللي عم يسمعونا واللي عم يشوفونا ويعطيكم العافة ومهما نحكي عن النباتات ما منقدر نخلص وإن شاء الله أنه هالأشخاص اللي عم تستعين بالنباتات بالأشخاص الأدرانين يعطوا يكونوا عم يستخدوا مع هالنصيحة منكون وصلنا لختام الكلينيك لليوم عبر صوت لبنان حتى نلتق من جديد نضلوا بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر